السلام عليكم ورحمة الله اليوم السبعتاشر من شهر رمضان المبارك عشرين اتنين وعشرين معكم ديبتر كوين من كوين انترناشنل جروب الناس كتير بتزأل وانا جاي الهندي علاج لفترة بتاعت شهر او شهرين او ثلاثة شهور ممكن اخذ معي شنو من بلدي نتكلم عن السودان كمثال لو جاي من السودان تتعالج في الهند هتقعد فترة طويلة ممكن تقعد شهر ممكن شهرين ممكن اكتر طيب وانت جاي الوزن حيكون فاضي ما حيكون عندك وزن كتير خاصة لو بقيتوا انتو ثلاثة او اربعة في العادة بتكونوا ما اقل من اتنين اكيد يعني حيكون في مرافق وحيكون معه مريض فالوزن حيكون بسيط انت يستفيد من الوزن وشيل معك حاجات طيب الشيش شنو انا يعني ممكن تاخد اي حاجة ما بتلقاها في الهند انا بتكلم عن الحاجات اللي حتاكل الحاجات اللي حتطبوها مثلا حاجات اللي بتستخدم في الطبيق يعني مثلا احنا في السودان عندنا ناس بيستخدموا العصيدة عندنا ناس ما هيقدروا يدعودوا على الاكل بتاع الهند خاصة الهند فيها اكل معروف طبعا شطة وبهارات كتيرة فانت يجيب معك الحاجات انت بتطبخها في المطبخ الحاجات البلدية يعني ممكن تجيب معك دقيقة العصيدة ممكن تجيب معاك الطحنية ممكن تجيب معاك حتى الشرموت ممكن تجيب معاك اي حاجة ممكن تجيب معاك فول مصري ممكن تجيب معاك دكوة اي حاجة انت بتطبخها او بتستخدم في الطبخ جيبها معاك لدرجة ممكن تجيب معاك زيت ممكن تجيب معاك حتى سكر حتى ممكن تجيب معاك صابون ما في مشكلة معروف الاكل في الهند هو عبارة عن بهارات كتيرة وعبارة عن شطة فانت لما تجي الايام الاولى خاصة ما بتكون عارفة المحلات اللي هتشتري منها الحاجات اي صح هنا الحاجات كلها متوفرة لكن جيب معاك ناس الدقيق جيب معاك ناس الشرموت اللي هي اللحمة المجففة لانناس الليل未 تعرف كلمة شرموت جيب معاك مثلا الفول المصري جيب معاك لدرجة ممكن تجيب معاك زيت جيب معاك سكر اي حاجة انت بتستخدمها في المطبخ ادواط للطبيخ جيبها معاك ممكن تجيب معاك في ناس ما شاء الله يعني في ناس بيجيبوا معاهم لحمة. جيب معاك لحمة بتشيل كيف اللحمة? بتقوم بتدخل اللحمة في التلاجة وبالتلجة وبتخدها في شنو? في حفاظة وبتجي معاك. فبتستفيد منها. ليه? لانه انت لما انت جي هنا كل شي محسوب عليك. نتكلم بكل وضوح يعني انت لما تجي هنا دي كل شي محسوب عليك. يعني انت ما تدخل يدك عشان تصرف في حاجات زي دي. في حين انه انت ممكن تأخدها معاك في الوزن لانه أنت لما تجي من السودان أو من أي دولة وأنت جاي للهندي للعلاج بتجي ووزنك بيكون فاضي فاستفيد من الوزن طلبية الناس الجاد للعلاج في الهند بتقول الكلام ده بتقول والله يا ريت لو ما كنا جايين فاضين يا ريت لو كنا جايين وجايبين معنا حاجات زي الطحنية زي الفولة المصري زي حتى الدقيق زي مثلا طحنية زي عندنا الحاجات نحن البلدية السودانية اللي هنا ما بتلقاها مثلا اللحمة المجففة اللي هو الشرموت ممكن تجيب لحمة مثلجة تجيب معاك كركديه ممكن تجيب معاك عرديب ممكن تجيب معاك تبلدي الحاجات ده كلها بتجي وبتستخدمها وبتفيدك جدا جدا في الفترة الأولى خاصة فبتذكر كان عندي مريضة وصلت عليه وكلمت وقلت ليا حاجة يا اخي وانتوا جايين عليك اللي أجيب معاك الحاجات التي ذكرت عليك تي خاصة الفولة المصري قال لي جدا ما في مشكلة لما نجا ما جابا قلت ليا ما جبت ليا قال لي والله قلت هنا حالق الأكل فيتفاجأ بأنه لازم اطبخ في البيت في السكن لأنه ما حيقدر يأكل الأكلة البرة احنا مدعودين على الأكلة البرة فهم ما حيقدر يأكله لأنه بهارات كتيرة وشطة فبتذكر بعده بي يسبوح في واحد مريض تاني جاي وحينزل معاهم في نفس السكن أو في نفس الشقة فقام وصاهه وقال ليه قال ليه عليك الله وانت جاي يجيب ليه معاك الحاجات دي ويجيب ليه نفسك قل ليه يا دكتور يا أخي عليك الله ما عندك واحد جاي من السودان قلت لي ليشنو قل ليه عشان أوصيه ويجيب معاه حاجات بحتاج لها ناس اللحمة ناس الفول المصري والحاجات هزي دي فقلت ليه أنا ما أكلمت قلت لك جيبها قل ليه والله يا أخي ما توغحت إنه هيحتاج للحاجات دي فإنت هصي جاي على الهند فضي فرصة بالنسبة ليك إنه إنت عرفت أنا أخذ معاي شنو خذ معك كل شي بيدخل في الطبيق عدل خضروات طبعا خذروات هنا متوفرة ورخيصة جدا جدا ما معناه الحاجات الثانية ما رخيصة لا هي رخيصة لكن وإنت جاي وزن فاضي فما في داعي إنه إنت تشيل وزن فاضي وتجي بيه واشتري الحاجات دي من بلدك وتعال بيها على الأقل تقعدك 15 يوم بعدها بتكون عرفت البلد بعدها بتكون إنت فاضي شوية لأنه إنت الأيام الأولى بتجي بتكون طالع من الصباح للمسة في المستشفى إنت جاي شايل هم لمريضك فوإنت جاي من السودان شن معاك حاجاتك دي وإنت جاي من العراق شن معاك الحاجات دي جيبها معاك وأرجع يعني في ناس كمية جو وجايبين معاهم الحاجات دي فاستفادوا جدا جدا يعني فلو إنت جايب كمان ما تنسى جيب معاك الملوخية أنا واحد من الناس البحشغة الملوخية فلو جاييني أنا كدكتور صديق جيب لي معاك ملوخية لو سمحتها ده كان فيديو مختصر للناس اللي عايزة تجي للعلاج بالهند تقعد فترة بتاعت 15 يوم 20 يوم وإنت طالع جيب معاك الحاجات دي فما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب كنت معاكم أنا دكتور كوين من كوين انترناشنل جروب